بالعالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوعنا لحلقة اليوم وهو الزواج عبر طريق الأنترنت كما تعلمون جميعا فالأنترنت صار وسيلة متاحة في هذا الزمن واسعة الاستخدام وأصبح يستعمل لأغراض متعددة فهو وسيلة من الوسائل كل يستخدمها على شكلته ومن بين وسائل الاستعمال المعاصرة هو هناك تواجد مجموعة من المواقع الاجتماعية الخاصة بالتعارف بنية الزواج الزواج هذا سنة كونية وسنة شرعية ربنا عز وجل جعلها بين بني آدم عادة في فصل الصيف العائلات والأسر تستعد لإقامة الحفلات ولزواج أبنائها وبنتها منذ زمان كانت الطريقة للتعارف طريقة تقليدية سهلة وميسرة الناس يجتمعون في المناسبات إما في الموالد وإما في المواسم وإما في الزيارة العائلية المتاحة وهناك يتم تمييز الشابات لمفسهم الزواج وأيضا يظهر الشباب الذين يرغبون في استكمال نصف دينهم وتتم التعارف ثم الزيارة بين العائلتين ثم من تم يتم الخطبة ثم الزواج لكن اليوم في وقتنا المعاصر صار هذا الأمر متعدر حتى ما يسمى بوظيفة الخطبة لكان أيام زمان كانت في كل حي في كل منطقة كالقاوة حد المرأة سميت الخطبة الدور ديالها أنه عندها كلام حلو عندها لسن حلو وكتمشي عند العائلات إما في الأفراح وحتى في المآتم بل وحتى في الحمامات الشعبية كتلقى دائما تتجول هنا وهناك وكترشم فيما كتبلها الشيبنت في سن الزواج وصارت مليحة إلا وكتدر في اللائحة ثم كتزور لعائلة الأخرى لعند الشباب أو الرجال اللي يرغبون في الزواج وكتبقى تخيط بالبيض ويتم الزفاف الميمون بكل أريحية بواسطة هذه الخطبة هذه مجموعة من الأمور كانت أيام زمان هي كثيرة ومتعددة بدأ بعضها ينقارض وجاءت وسيلة الأنترنت في عصرنا هذا كوسيلة من الوسائل المتاحة فأبغينا نقش اليوم أيها الأحبة الكرام الظاهرة للزواج عبر الأنترنت واش ترونها سليمة ومباحة أم يعتبرها مجموعة من المخاطر والمحاذير الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي صارت متعددة وقام مجموعة من الأشخاص بوضع برامج ومواقع خاصة للتعارف والزواج بعضها عندهم نية حسنة وناس طيبون وناس صالحون وناس تهمهم القيم الإنسانية يهمهم أن يلتئم الذكور والإناث على شريعة الله السمحة فوضعوا مواقع للحوار والدردشة والتعارف بنية الزواج يجمعون المعطيات بين هذا الذكر وتلك الأنتر وكشفوا نقطة الالتقاء والقيم المشتركة بينهما ثم يفتحون الخطة للحوار بينهما وكتكل عملية ناجحة وموفقة لكن هناك مواقع أخرى هدفها تجاري وربحي ليس غايتها التعارف من أجل الزواج وإنما التعارف لأغراض أخرى فما رأيكم أيها الأحباب الكرام في هذا الاختيار اختيار الزوجة أو اختيار الزوج عن طريق الأنترنت لا شك أنكم عشتم تجارب كثيرة ومتعددة تجارب لي ناجحة واستطاعوا أنهم يوفقون للخير بدأت في اللغة المعرفة خصوصاً لهما في مناطق بعيدة قد تجد شاباً مثلاً في المغرب وشابة في دولة أخرى إما عربية أو أوروبية عن طريق الأنترنت يتم التواصل ثم بعد ذلك يتم التعارف ثم بعد ذلك يتم الارتياح ثم يأتي الزوج خصوصاً لعنده النية الصادقة قد تلقى مباشرة وبسرعة كي يدق الباب ويأتي إلى البيت من الباب ليس من النافذة وكي تجتمع العائلة والأحباب ويتم الزوج المبارك ولكن بالمقابل كان حالات أخرى اللي تعرضوا للغش وتعرضوا للإحتيال وتعرضوا للأذى كان الأشخاص غرضهم فقط التسلية غرضوا فقط العابة بل منهم من يفتخر بأنه استطاع أن يصل إلى فلان بنت فلان أو فلان بنت فلان من باب الافتخار ثم بعد ذلك يعطي معلومات خاطئة وبالمعلومات لها مغلوطة ثم بعد ذلك يقضي حاجته وقد يسجل الصوت وقد يسجل الصور للفتاة التي يحدثها ثم يهددها فيما بعد يا ما سمعنا عن أونس عندهم كلام معسول وكيتكلم كذلك الفارس الذي تتمنه كل فتاة حسناء ثم بعد ذلك يقولها كلام ويأتيها خطوة خطوة وفي الختام تلقى أنه يهددها لأنها تكلمت معه أخات الحرية ديالها بكل أريحية قالت كلام لا ينبغي أن يقال فسجله بالصوت والصورة وصار يهددها أو يبتزها فلعلكم عشتم حالات مثل هذه أيها الأحبة الكرام نحب أن تحكوها لنا لكن نستفيد جميعا وبناتنا وأبناؤنا يأخذون منها العبارة والدروس لكن الذي نريد أن نقرره هو أن قضية الزواج هو رزق رزق يسوقه الله تعالى لمن شاء من عباده فالحق عز وجل جعل لكل إنسان ولكل إنسان نصبه سيأتيه سيأتيه هذا الرزق هو المذكور في قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الإنسان كلما اتقى ربه سبحانه وتعالى سوف يأتيه بالأرزاق إما عن طريق الأنترنت وإما بأي وسيلة من الوسائل انتبوا الله تعالى في اليوم الأغر أن جميع عزابنا وعازبتنا أن يختار لهم المولى جل جلاله نصفهم الآخر وأن يكلل هذا الصيف الساحن بالأفراح وبالمصرات وبالبهجة والسرور والحبور في كل الأقالين وكل المدن وفي كل بيت قولوا معنا جميعا آمين 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 بجاه الصلاة على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم طل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أدم الأفراحة والمسرات على الجميع واجعل هذه الأيام المباركة من فصل الصيف تكون مليئة بالأعراس والمناسبات السعيدة لدى كل الأسر ونسأل الله تعالى كل بناتنا التي عندهن عكوسات أو موانع أن تزول بقدرة الله الحي القيوم وأن يفتح لهن أبواب السعد وأبواب الخير وأبواب البهجة والسرور ألوس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله لفد لنا الحد يا مرحبا بك يا راشدة الله لكن كانت مننا إن شاء الله أنا دار معاك وأنا والوالدة كانت مننا والله دي بصليت لعصا وكان طلب الله يا رب دي برنيتك وريبا يا رب دي بحيض حفظك الله الله يصلحك بنتي الله يعلي مقامك بارك الله وفيد كدير عنك وريدة لبت عليك الحمد وربي ونشكروه نبرك ونعواشرك الله يباك فيكم يا بنتي بارك الله وفيد العائلة وكل شيء خير كل شيء مزيان ولله الحمد الحمد لله بارك الله وفيد الله يله مرتاب وكذفتني حليعة يا ألف مرحبا راشدة كنت كل مقبلة على الزواج عن طريق الأنترنت ولا بالتقاريد والعادات انت يا بنتي مزوجة ولا مازال مخطوبة إن شاء الله يبغتك تبعين عايا يا رب نسى الله يكمل علي الله بالخير يا رب وكيفش بنتي تعرفت على الخطيب ديالك واش عن طريقة تقليدية ولا تعرفت علي بالانترنت نعم كيفش لسمح سنينة نسولك كيفش تعرفت على الخطيب ديالك واش بالانترنت ولا بطريقة تقليدية عادية لا لا ما في بالانترنت غير واحد زرت في اللي قتل عايا عندك سختك وزبتوا لي الحمد لله يكمل لك رجاء ابنتي يا رب ابغتك تبعليم على قزة ديالي والسخت ديالي يا رب وخوته والعائلة ديالي والمومة ديالي يا رب كتستعدوا رشيدة ابنتي للزفافات الصيف السعيد ان شاء الله يلك ما زال ما زال ما زال هذا الخطوبة الحمد لله نعم هذا الخطوبة الحمد لله لا لا يكترون الله يكمل بخير يا رب ان شاء الله يكون خير بيد الله يناسى الله يوفقنا الله ويحقق لي يا series مرحبة سيدي الطي اهلا الشريفة سيدي الله يحفظك الله يقوم بمحر في اودعين الصلاة وعلى النبي الكريم أنا سيدنا محمد الله يمزلي أنا سيدنا محمد الحديد أي كنهارANK مسعدني شديتي فوق أطيل الله يشفظك حافظك الله للا شكرا لك للا وحفظ سيدنا سيد محمد وحفظها ابني داعوا وبعدك الشي نرى سمك يا الله يحفظه وحفظك اللهم امين شكرا لك للا شكرا جزيلا لك الله يزيد في مدادك وكثر مسانك وينامينك الله يرحمه انا كارج فطلبني الله واحد مش اشجاء ان شاء الله يا ربي يا ربي انا كارج فيها سيدة ربي تبارك الله عنك رسى يعني ما سفيت فيها سبارك الله عنك الله يحفظك شكرا لك للا شكرا لك كانت منها منهار مبارك مسعود تبارك الله مني شديد كدعي معي عافك عنا سحشتي يداويلي وداوي وشافيني وليداتي ويأطيوا الناجح واني كانت منها رغبة الله وكماني سبعثاني كانت منك فوق في انفجار في كل وقت ره من ذاك العام يجعني مباركة انك انسى الله حجك انت مني لا الله يجعني مكن ساعة طول لعمر يا ربي يا ربي يا ربي إذن الله شكرا للا رشيد وحفظ سيدنا وحفظ سيدنا هذه المميمة ديانسة رشيدة شكرا لك للا وحفظك وحفظ سيدنا وحفظك وليداتنا وحفظنا مسلمين الجيشو وحفظ ممات سيدنا وحفظ مدكثة وجامع راني تمنيت هاد منهار تبارك الله ربحانينا مشيت مني سمعت صوت ذياني استغفر الله وبرك الله وفيك يا رب ان شاء الله وراني كان الزكفوفي مني سمعت نورة وسمعت قاعدك شك تبارك الله ضد النداد الله يجعلون وما يفرجعيني وفرجعني وعن المسلمين الله يحفظك أسيبي اني ما أخذ شي بك الله يحفظك وانتر سيدنا اللهم أمين ندير هاد ندعى وانتر سيدنا محمد كفة وجامع ان نتم وقد مش يجعلون ومناء سلمره ومرون باكو المسلمين وحفظك سيدك الله يرحم ولدين اللهم أمين اذا ما تبعي معيرك ببرني يا رحمن يا رحيم يا رحمنذ يا رب رب سبارك الله اطلبني الله ان احتنا من قرآن ا slaves يا رب يا رب انا كان اصلي في جره النود في كل نقط كان صليت الله كيبقرني خاطرين انهار 4 سن عينيكش رأي كيبقق chicken الآن لا يكرر انك لا تخل شي بيت مهارة 8 سن عينيكك قم ش EffectsY bois صدر انا عندي سين بينا عزك الله كيف partعني لالله فجعني اللهم امينة للا foram شكرا لك انا القبن به سبارك الله وسعمينها أنهار كبير يا ربي كانت من دكون شكرك فهذا النهار عقبان ننشى ان شاء الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم وذلك نحزيني حزيته ذلك نعم كان سمي ناقبت كمني كان سمعك اللي ايجي عنوك انت عطول لعمر مبارك يعنيك مسعود يا ربي يا رب عقبان نشى ازاف شزا وعقبان نشى الله يوات نبر بالله وشكرا الله يرحم بلدين الله يرحم بلدين شكرا لك للا ام رشيدة وشكرا للا رشيدة وسبحان الله العظيمة للناس للإقليم الراشدية وما حولها معروفين ناس من اصحاب الفطرة السليمة ناس اللي عندهم قوة اليقين وقوة الايمان وحسن الضن بالله وعندهم سبحان الله العظيم وطبيعة ربما اكتسبوها من جغرافية المكان المكان اللي هو فيها جبال وتلال وصحاري ونخيل وتمور ونسيم عليل كله شبيه بالمدينة المنظرة اللي مشها للراشدية غشفوا حتى شابه كبير بينها وبين البقعة الطاهرة في المدينة المنورة المسمات طيبة التي سميت كذلك لانها طابت بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت غالكت الناس سبحان الله طيبين وفعلا مش مجمل هذا حقيقة من اللي كانت قمشوا الديار المقدسة وكانت لقوا مع الناس الراشدية سبحان الله فيهم وحدة نية عظيمة كانت ذكر اول مرة غمشوا البقعة المقدسة وكان واحد الازدحام شديد والناس واقفين كيديرو التباعة دي لجوا الصفر في المطار دي الجدة وكان اكتضاد كتلقى لك الوفود جيين من مصر جيين من سينيغال جيين من تونس من الجزائر جيين من مصر دكشي مخلط والناس ضغط وحد الشاب كان خلفي فالول كان امامي شاف الناس بزاحمينه كيرجع اللور اللي بغا بلاسك يرجع وال بقى 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 حتى رجع وال الخرامي وال الاخير والزوجة ديالو ومن بعد ملكة مغادي كيهز الحقائب ديالو يحطم ويمشي هز الحقائب الاخرين العجزة والضعفة كيمشي معهم فلفت انتباهي هات الشاب والزوجة ديالو غريب حاج الحمداوي الله يطفو العمرو وسبحال الله العظيم في البقى المقدسة ايضا فالتقيتوا به ايضا الناس كيقلبوا على الطعام كوشي كيزدحم هو هو الاخر يلا بقاش يفوتا ديال الطعام وديال المائدة كي ياكلوا مالقاش ركبش يخلص مرة تانية في جهة اخرى ولكي يجبتش طريف ديال الخوز في شي فرميجة وكي ياكلها سبحال الله العظيم هذا الرجول فاحببته من بعد سرنا الصديقين قلت لي يا اخي حببتك في الله لانك عندك اخلاق اسلامية راقية في هذا المقام الاخلاق اشنا هي التواضع هي النقران هي انك تقدم الخدمات هي انك ترجع الى الوراء وتخلي الاخرين يسبقوا هذا الاخلاق الكريمة من جبتها فلما سألته من اي اقليم انت قال لي انا من اقليم الراشدية وسبحال الله العظيم من تم زرت هذه المنطقة والقيت القضية هي طبيعة في هذه المنطقة وفي اهلها وفي ساكينتها والله اسمعتوا للا ام راشيدة كنت تكلم بفطرية وبتلقائية قلبها عمر بالايمان وفيها اليقين وكانت منى ان المسؤولين في هاد بلد الامين يعرفوا بان هاد الشعب اللي همي مسيرينوا راه شعب طيب شعب بسيط وشعب قنوع وشعب راضي خاصة انفتحوا الابواب وانكتروا من الاستثمار وانسهلوا الامور وانبسطوا المساطر ويكون ان شاء الله الشعب دينا في المقدمة وغضب قد دائما سالم مسالم آمن طيب للا ام راشيدة قلب الله سبحانه وتعالى للي حرمك من زيارة قريبة للبقاع المقدسة الله يكتبك من الزائرين الى مكة المكرمة الطائفين حولها الله يجعلك من الذين يصعدون الى جبل عرفات ويسعون بين الصفا والمروة ويشربون من ماء زمزم ويصلون في البقعة الطاهرة في الرودة الشريفة بجانب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الله يكرمك بشي حجة وشي عمراء تاتيكي كرام من الرحمن بلا تعب ولا مشقة وأسأل الله الواحد الأحد أن يشافيك من كل داء ومن كل سقم ومن كل عبلة ويشافي الزوج ويطير عمره وهذه البنية للا رشيدة اللهم بارك لها في هذه الخطبة واجعل لها زواجا قريبا اللهم بارك لها في عريسها يا رب بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير وأسعد قلبيهما بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم عجل للا أم رشيدة بالفرج اللهم أسعد قلبها اللهم نور طريقها بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وكل من عنده حاجة في نفسه أو في ضميره اللهم عجل له بالفرج وكل من طالب مننا الدعاء اللهم يا رحمن يا رحيم ونحن في هذه الوجوه طيبة بالآلاف المؤلفة بل ربما بالملايين المستمعين في جميع الأقاليم والمدن والبوادي والمداشر والجبال كلهم يرفعون أكفهم إلى السماء يا مولانا ليس لنا إله غيرك سواك ندعوه